اشتركوا في القناة لان هذا مخطط بالاخير من يحبط هو من سيدفع الثمن قد لا يمكن يجهض هذا المخطط بتكثيف الحضور اذا كان هناك حضور للمكون الشيعي وهذا ما ادعو له وهو نوع من الجهاد غزوة بدر كانت في رمضان حرب العاشر من رمضان حرب اكتوبر يسمونها ثلاثة وسبعين كانت في رمضان وبالتالي سهالات رمضان لن يثني اهل الكويت عن المشاركة وعلى وجه الخصوص من يعتقد انه مستهدف فان حضر الناخبين الشيعة ابناء الدائرة لا ابشرك هذا المخطط يجهض وباذن الله لن يقل عدد مقاعد النواب الشيعة في الدائرة الاولى بس دخلتنا في حروب وطلال هذا نوع يعني قزوة بدر حرب ثلاثة وسبعين شكوا في المشاركة في موضوع المشاركة لانه كانوا صيام الناس المؤمنين الرجال اللي صدقوا ما عاهدوا الله عليه كانوا في الغزو صيام ويعني يقزون غزوات لنشر الاسلام لنشر الاسلام في مواجهة الاخرين نعم اليوم احنا الحمد لله براد ومكيفات وكل شيء صحيح فيعني ما يخالف لو بذلنا شوية جهد وإحنا صيام وما اعتقدنا عملية صعبة على اله زي توقعاتك في الدائرة الاولى كتوقعات قلت لك يعني انا عسكري واقول استعداد ثبات مكانك صوت كما صوت في الانتخابات الماضية توقعاتي ينجح معظم نواب الدائرة الاولى من الشيعة وكذلك يدخل من اخواننا السنة كمواحد يعني من اخواننا العوازم واخواننا السنة الحضر ان شاء الله تتوقع سيقل عن ست مقاعد للشيعة ان شاء الله لا لا ان شاء الله لا